صلة ابن أشيام يقول جعفر ابن زيد كنا في معركة في فتح مدينة كابل قال فرأيت هذا الرجل صلة ابن أشيام وعلمت أنه من أهل قيام الليل قلت لأرقبنه لأمشين خلفه وأتابعه وأتقفى أثره قال فلما نام الجيش وأغلقت الجفون قام إلى وضوئه فتوضأ ثم ذهب إلى الغابة فكبر وصلى حتى رأيت أسدا أقبل عليه من الغابة ودنى منه قلت يفترسه وصعدت على شجرة أراقب جعفر ابن زيد من شدة خوفه من الأسد صعد على هذه الشجرة وعلى أغصانها يراقب الحدث قال فلما انتهى من صلاته إذا به يخاطب السبع ويقول أيها السبع احرص واذهب وابحث عن رزق في أرض غير هذه قال فانفلت الأسد وله زئير فانفلت الأسد وله زئير نعم أخي الحبيب نحن قوم خفنا الله فخوف الله منا كل شيء هكذا كان الصحب الكرام وهكذا كان التابعين